موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظام الاندرويد يواقف مشكله وهي انه متصفحاته جميعا تواقف مشكلة البطء واللاق والثقل الكبير واستهلاك الميجا بايت بشكل غير طبيعي فمثلا عندما كنت استخدم المصفح كروم وفيرفوكس استهلكت من قهاز 200 ميجا بايت تخيله يعني الشي غير طبيعي جدا غير طبيعي فحمد لله انه وصل المتصفح المطلوب والمنطظر اللي هو سي ام باورس هذ هي ايقونة المتصفح هذ هي الواجهة الرئيسية لهذا المتصفح السريع وبشكل عام انا اقول انه الفكرة المتصفح السلاسة مكتبسة بالنظام الايفون ايو اس 7 او ايت مثلا افتح الصفحات من هنا من يوم اروح لي اي موقع اروح صفحة اخرى صفحة ثانية لحظة السرعة السريعة في المتصفح الحين يعني ما احتاج تقول البطيه ويقس فترة يعني بالمقارنة مع المتصفحات السابقة فالفرق واضح للغاية ايضا ان تذهب الى صفحات لحظة الفكرة من خلال حتى الكتاب اللي فوق تظهر كده يعني رائع جدا رائعة اذا ويت تحذف صفحة تسحب من تحت لفوق او من خلال الاكس اذا ويت تحذف حين كلهن واتطوال هنا ثم اسحب من تحت لفوق والشيء اللي ما اقبني فيه اللي مثلا الحين افتح اليوتيوب او اي مكان انزل على تحت يختفين هذي وهذا الشيء ممتاز جدا لكن مرتفع عشان اظهر لازم ارتفع فوق فالمشكلة هي لحظة الحين لحظة المتا راح يطلعن هذي من الارض فوق يعني ليس بالسرعة المطلوبة لكن لا تشكل اي مشكلة بالنسبة اذا عيبتني هذه الصفحة عمل خيارات ثم الماء مفضلة او مشاركة او فلسطري او تحمير او هنا الضبط الكيبورد اه بشكل عام يعني اكيد اللي عنده ايفون راح يكون هذي غير اه اه او مألوفة لي انه ضبط نفس الايفون بشكل عام متصفح يعد افضل واخف واسرع متصفح اتمنى عاقبكم الفيديو